بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنبدأ شابتر جديد ولازلنا بنتكلم على الوصلات الدائمة أو الpermanent joints وحاليا هنتكلم على الwilded joints أو وصلات اللحم المين طابقس اللي هنتكلم عليها أول حاجة advantages over riveted joints المميزات مقارنة بوصلات البرشام ثم disadvantages أو العيوب أو drawbacks ثم types of welded joints أو أنواع وصلات اللحم basic weld symbols الرموز الأساسياء المستخدمة في اللحم ثم strength of lab welded joints المتانة وصلة اللحم من النوع lab joint strength of butt welded joints أو متانة وصلة اللحم من نوع butt joint أول حاجة advantages أو المميزات مقارنة بال riveted joints الميزة الأولى welded structures are usually lighter than riveted structure الوزن بتاع المنشأ اللي فيه لحام أخف من اللي فيه برشام ثاني حاجة welded joints provide maximum efficiency الكفاءة بتاعة وصلة اللحم maybe hundred percent which is not possible in case of riveted joints ده طبعا غير محتمل في riveted joints لأن طبعا لما بجهز الألواح بعمل ثقوب فيها هذه الثقوب تضعف من الألواح فبالتالي الوصلة لا تصل إلى كفاءة مية في المية الميزة اللي بعد كده alterations and addition can be easily made in the existing structure ممكن أن الأضافة والتعديل في الولد جوينز متاح وسهل ويسير عنه في ال riveted joints in welded connections في وصلات اللحم the tension members are not weakened as in the case of riveted joints الوصلات اللي بتتعرض إلى الشد ما هيش ضعيفة زي ما هي موجودة في وصلات البرشام ده طبعا نتيجة الثقوب اللي أنا عملتها كتجهيز لعملية البرشام نقطة اللي بعد كده رقم خمسة a welded joint has a great strength لها متانة عالية جدا and often a welded joint has a strength of the parent metal itself يعني خط اللحم نفسه ممكن يكون له نفسه نفس الstrength بتاع parent metal أو المعدن اللي بتتم فيه عملية اللحم sometimes the members are of such a shape that is circular steel pipes that they afford difficulty for riveting but they can easily weld it الأشكال اللي هي الدائرية مثلا زي ال tubes أو المواسير ممكن لحمها بسهولة جدا لكن عملية البرشام صعبة جدا فبالتالي ده في الأشكال المعقدة ممكن تسهل عملية اللحم مقارنتها بالبرشام رقم سبعة the welding provides very rigid joints الوصلات بتاعتي في اللحم بتديني rigid joints معنى rigid joints إن هي بتقاوم the deformation اللي ممكن يحصل فيها أو distortion التشوه اللي ممكن يحصل فيها نتيجة الأحمال أو وقوع الأحمال عليها رقم تمانية وآخر شيء the process of welding takes less time than the riveting عمليات اللحم بتاخد وقت أقل من البرشام بالطبع لأن عمليات البرشام بتحتاج تجهيز في الورش نتيجة تجهيز الألواح بالثقوب في أماكن ال riveting disadvantages أو العيوب عندنا هنا العيوب اتنين منهم متعلقين بالهيت أو بارتفاع درجة الحرارة طبعا عمليات اللحم مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة since there is an uneven heating and cooling during welding therefore the members may get distorted or additional stresses may be developed طبعا هنا خاصة في الألواح الرقيقة اللي بياخد درجة حرارة عالية فممكن يحصل فيها distortion أو distorted بتتشوه بيحصل فيها انبعاجات رقم اتنين it requires highly skilled labor and supervision بتحتاج طبعا عمالة مهرة وأيضا تفتيش من عمالة أكثر مهارة رقم ثلاثة وده الكلام ده بيحصل لما نكون بنعمل في الكاست ايرن كاست ايرن اللي هو الحديد الزهر وده الثرمال كوندكتيفتي بتاعته منخفضة فبالتالي لما بعمل عملية لحام والثرمال كوندكتيفتي بتاعتي منخفضة فبيحصل تمدد وانكماش بمعدلات مختلفة تؤدي الى حدوث كراكس يبقى ممكن انا بعالك حاجة واسبب مشكلة في حدوث كراكس طبعا بحاول ان انا نتغلب على الكلام ده عن طريق ان ارفع درجة الحرارة للجزء اللي انا بعمله عملية لحام ومن ثم بعمل عملية اللحام وبحافظ على الحرارة وعمل عملية تبريد ببطء النقطة اللي بعد كده من The inspection of welding عملية التفتيش على اللحام is more difficult than riveting work خاصة لما تتعلق عملية التفتيش بالالترا سونيك او بل اكس ري بتحتاج طبعا الى متخصصين وليست بالسهولة المتوقعة ان اكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله